إن شاء الله ده كان كلام مهم جدا فيه مقالي ومقاله لكن يبقى هناك الكثير والمفيد ببعض متلسانه ها فينك باش مهندس الباش مهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة كان طمننا وطمن الرأي العام كله أنه ما فيش مشكلة وكل حاجة هتتحل وأعتقد حضراتكم فاكرين لما زار المهندس أحمد مجاهد وكمان المهندس هاني أبريد عضو اللجنة التنفيذية بالفيفا زاروا معسكر النادي الآلي في الدوحة في مباراة السوبر والتقل كابتن محمود الخطيب وطمئنوا على أن الأمور في طريقها للحل وأنه ما فيش مشكلة وقال أحمد مجاهد كلام مهم أعتقد حضراتكم فاكرينه هنرجع له لكنه النهاردة أنا ليه بقوله فينك النهاردة تحديدا الاتحاد المصري لكرة القدم بعت القائمة اللي اختارها مستر كارلوس كيروش للدورة أو اللجنة المنظمة الكأس الأمم الأفريقية اللجنة أو القائمة فيها ستة من لعب النادي الأهلي الأساسيين فيها محمد الشناوي وفيها أكرم توفيق وفيها أيمن أشرف وعمر السلية وحمد فتحي ومحمد شريف ستة أساسيين لما اضيف عليهم أنه تونس استدعت علي معلول المغرب استدعت بدر بنون ومالي استدعت ألو ديانج ده معناها إيه يا جماعة احنا كنا الأول بنتكلم على الأزمة دي أباش مهندس بالتخمين كيروش ممكن ياخد كام واحد وممكن يسيب مين وممكن النهاردة خلاص الفاس وقعت في الراس منتخب مصر هيسافر كاس الأمم بخمسة وعشرين لعب منهم ستة من الأهلي وثلاثة في المنتخبات الأخرى يعني فيه تسعة مش موجودين ليه المنتخب يختار خمسة وعشرين بينما كان ممكن يختار تمانية وعشرين القصة إنه الاتحاد الأفريقي قد الحق الكل منتخب بقية تلاتة وعشرين لاعب على نفق قية اللجنة المنظمة أو الدولة المستضيفة أو على حساب البطولة لك الحق تضيف خمسة على حسابك تقدر تروح بتمانية وعشرين بس الخمسة اللي هتضيفهم هيبوا على حسابك سفرهم وإقامته متكلفهم من هنا اتحاد الكرة اكتفى يزيد على التلاتة وعشرين على حسابه اتنين فقط عشان يسافر بخمسة وعشرين كان يقدر يكمل كمان بتلاتة لكنه سافر أو حط في اللسة الخمسة وعشرين فقط اللي منهم ستة في الأهلي عشان نشوف المشكلة بالزبط خلينا نفكر حضراتكم بالموعيد المتصاد الأول ما نتكلم على ستة الغائبين زائد التلاتة الغائبين التسعة يا جماعتم متخيلين غياب خطين الدفاع والوسط بالكامل بالكامل يعني الحارس كمان الجن الشناوي والشناوي ما حدش يقول لي ما هو لازم يبقى فيه حارس ثاني وتقافيت طيب والحارس الثاني معتني الناشئين والبركة فيهم طبعا أنا يعني أنا واثق إن أي حد حيلبت فانيلة النادي الأهلي حيبزو القصارة جوه ولكن غياب الشناوي اللي بيعد أفضل حارس مرمى في أفريقيا تقريبا لا ينفسه إلا الأفارقة اللي موجودين في أوروبا في إنجلترا أيضا غياب أكرم توفيق أكرم توفيق بدر بنون أيمن أشرف علي معلوم هذه الجن وخط الدفاع بالكامل اللي هما الدوليين الخط الرئيسي بتاع النادي الأهلي ثم حمدي فتحي تيانج السلية هذه السلسة الدفندراء ورسل حربة شريف ورسل حربة شريف هيكلم وقولك عندك فلان وعندك فلان لكن أنا بتكلم بفسي ما عندك شريف يعني فلان وفلان وإنت يا كريوش ما عندكش شريف أنت مش حطه في دماغك وربنا بس يرجعه من تحت يدك سليم النفس سليم تثقة لأنه الحقيقة أنت ما أنتش يعني مهتم أن اللعيبة تدي لك أفضل ما لديها أنت عايز تقول أنا وأنا يكفي أن أنا أشاور ويكفي أن أنا أحط التشكيل عشان التشكيل يكسر الدنيا أنا النجم الأوحد ما علينا ربنا وفاك لأن إحنا مش عاديين نستبق الأحداث ولكن هذا الأمر له علاقة بما قال له الأستاذ أحمد مجاهد طيب عشان هنشوف اللي قاله المهندس أحمد مجاهد هو تصادم جاي منين لأنه خلاص احنا دلوقتي ما بنتكلمش على احتمالات بنتكلم على مدرب للمنتخب ما لقاش بديل لأي من أشرف حتى هو مصاب هياخده هو مصاب لحين شفاءه فالأهل هيلاقي بديل لمنين ولا السولية والسولية نفس الحكاية أنت عندك متاح في كل الأندية تقدر تاخد هاف دي فندر وتقدر تاخد سير دي باك مكان ده أو مكان ده المصابين اللي قلت لا هاخدهم لحين شفاءهم منتخب يا جماعة عنده الفرصة أن ياخد من كل الأندية بما فيهم المحترفين في الخارج شاف أن الستة دول هم الأفضل بيتس موسيبان يعمل ايه وانا راح هلعب بطولة مع أنديت العالم شوفوا حجم التحدي ومطلوب مني أن أنا أظهر في أفضل مستوى وأقدم أحسن كرة تتعبر عن النادي ومصر وأفريقيا التصادم جاي أنه معيد البطولة لما هتلاقي حضرتك مصر هتلعب مع نيجيريا ومعاها السودان ومعاها غينيا بساو الدور الأول يخلص 20 يناير 20 يناير يخلص الدور الأول دور الستاشر يخلص 26 يناير نهاية ربع النهائي دور التمانية 30 يناير أي منتخب منتخب مصر شواء الله تعالى يفوز بالبطولة كمان مش حتى يتأهل بس أنه منتخب مصر أو منتخب تونس أو منتخب مالي أو منتخب المغرب يوصل فقط للدور قبل النهائي الأهل بدون اللعبة المتأهلين ليه دور قبل النهائي لو اكتستوا هتلعب فينال يوم 6 لو ما اكتستوش هتلعب 3 و 4 برضو يوم 6 6 فبراير في الوقت اللي الأهل المفروض يلعب في أبو ظبي مع منتير المكسيكي يوم 5 يوم 5 فبراير اديني عقلك في أنه فيه بيتسو موسيماني دلوقتي أو النادي الآلي قاعد مش عارف يدرب مين ولا يدخل البطولة مين وهل الفرق لو اتأهلت اللعبة ده هتيجي ولا مش هتيجي ولو جات على رأي المون سعد هتيجي منهكة دمت واخد اللعبة قبل البطولة ما تبدأ بحوالي 12 يوم أو 13 يوم لتجهزهم بيتسو موسيماني مش هيقدر يجهز اللاعب قبل المطش بساعتين ثلاثة لأنه أي حد هتجيله هتجيله قبل المطش يا سيد إبراهيم مطش ودي يقدر يحط التشكيل اللي شايف ويبتدي به ضربة البداية يعني أنا مش قادر أفهم احنا ما بنعملش الشيء المألوف يعني الجزائر اللي كسبت البطولة اللي فاتت في حاملة مطشين تاني مطش فيهم المغرب غانا يعني على أعلى مستوى دي ناس رايحة مش بتهزر رايحة حتى هدف احنا بقى رايحين نعمل ايه